السلام عليكم اتمنى اكم تكونوا بخير مرحبا بكم معي فيديو جديد اليوم اغانصاب لكم حط طبق اساسي من الاطباق الاساسية في الافطار ديال المشارق يعني اللبنانيين السوريين المسريين الى غير ذلك ونضربو دوارة في صق السمك وتشوفوا الوفرة ديال اسمك اللي كتتوفر في الامارات وخصوصا العجمان معروف بانه الاسمك ديالو الخيسان ده ودرب مع الوصفة الوصفة او طبق هو طبق اساسي في افطار المشارقة كي ما قلت لكم مشارقة بصفة عامة كاملين كيف طروبي لان هنا عندهم الدوام تيسالية الخمسة ونصة يعني اغلبية الناس كتغدى ديما تلخمسة ونصة كيش يتغدام على الوحدة اغلبية فطروم زيان الطبق راتي يشبع تبارك الله كي يبقى وخدامين تيكوش حاجة خفية تيجو للدار الخمسة ونصة من الاطباق الاساسي وسميته الفول مدمس احنا ملك نسمع الفول مدمس كنتفكروا ديما ما سر الله هو طبق اساسي مشريقي المكونة ديولو بسيطة وساهلة وناللي كي خليه ساهلة بانك يتوفر الفول جاهز هاتش لاش كتب تكون ساهل اكتر هنا في الخارج ولكن ممكن انكم تستعملوا الفول ديال المغريب ده ده بمع المكونة ان شاء الله اللي هي بسيطة عندي تقريبا ملعقة ديال الخزبر مع دنوس مقطعة غين نحتاج كدلي كوحد بواطة ديال الفول احنا عدنا كيتباع جاهز هنا تقريبا يمكن ميو سبعين قرام كيكون مسلوق مصيب في المغريب ممكن انكم بتاخدو الفول مسلوق عادي تاخدو حد طماطم واحدة حبه متوسطة فلف الحار ممكن انكم استعملوا الفلف البودر لكن لما يجي كانش الحار متيجيش لديد ضروري من الحار كنستعملوا ماطيشات الحكة وماطيشة مع اللابة زيت الزيتون آآ الثومة بودر ممكن انكم استعملوا التومة طرية وانا رام سيبها واحد الفيديو في القناة ديالي ديبان خليل لكم الرابط فوق سندق الوصف كيفية تحضير التومة بودر وكيفية تحضير البابريكا يسايا كنحتاجوا البابريكا كذلك حتاجوا الكوركم وكنحتاجوا كذلك الكامون ما تنديرش الابزار لانا اصلا الفلفل الحار هو حار كنستغني عليه يعني هنا ما تنديروش لانا لادرت الحارة اصلا غايكون حار اصلا دابا نطالقوا ان شاء الله طريقة تحت ذلك ناخد واحد المقلات كنعمل فيها هنا يا الزيت بلدية تقريبا نجي معالق تحتاج الى القزبر تبالي كومبيت لانا انا كان نخزنه في تلاجة البديو حتيت اتخلي في تلاجة كله وضفت حقات توم بودر هنا كناخدوها دائما طا ما طيب اللي كان حكا مزيال وما كان ناكم تستعمل الجوجن ما كان نبغيش فيها لازوس بزاف واصلا تديرو فيها تديرو فيها معالي حسابة كنتو تبغوا معالي شايف بزاف ديروها كنديرو جوج محكوكين خلوات شحر شوية نقوم باستمرين بتحريك ديما البوطات تكون مهيلة بجيجي داك شي مزيان دي بغنضا نطي نضيف التوابل عم بدا باول حاجة الكامون هاد اسوفوا التوابل ما نقدرش نقول لكم نقياس دي التوابل لحسن الضوء دياركم نصف معلقة قريبا نحسب كله وش كي بغيف التوابل بابريكا تايا نصف معلقة قريبا لحسن الضوء دياركم انا دا خدا نقدر ندير التوابل قدر شوية جيني نقص شوية نقدر نزيد ما عنديش مشكل تما شوفو انتو مع الحساب كان خليوة تشحر مزيان كيجي زوين الطابق صراحة لا دي جدا عاتي لا فطرتو بي كتفقوش تفكروا الماكلة واحد مودة خصو الناس يتايا خدمو تيجيش بكري للدار دي بغنضيف واحد شوية ماطيشة الحك شي معلقة صغيرة يا ماطيشة الحك سيدي اعطيها واحد لون حمر ستقادد ديك لاصوس ممكن انكم ما تديروهاش اللي بغيتهم ماشي ومشكين كو انكم ما تديروهاش طبعا عندي كيما قلت لكم الفول جاهز دابا من بعد ندير ففلة حارة ولكن شوفوا انتوما اللي لما بغيتوش ففلة حار رام قطعي جيكم مجهده ديرو شوية الفلفلة بودر ولكن را داروري يكون الحار را ما كانش الحار الطابق را ما تيجيش زوين داروري خاص يكون فيه الحار ومعدي موحد الحار يا سالم عليه هنا سنضيف اذك الفول عندي شفته مسلوق انقسم انه شوية لما وهنا ما تنديرش للملحانه لان هذا اللي مبعلب هو فيه الملحة كان خليطيه تشحر مزيان كان غلق عليه وكان خليطيه تشحر مزيان حتى كي طيب ذك الشي هو اصلا راه مسلوق ولم كيحتاج حل مكونات هاتو الطبق الاساسي كي جيزوين صراحة تمنى انه ويعجبكم وتجربو زينتو بشوية القصبرو مع الدنوس يوفي العشية خرجت مشيت لسوق الساماقي ما قلت لكم كي توجد في في امارة عجمان تيكون هو حال ديما مش ايو ولكن وقت السامك كنتي يخرج مع الخمسة لجيلة انا مقدرش نجي وراء العاصر نكذب عليكم كان الحرارة بزيه جيت لي تقريبا تأذن المغربة جيت في الليل وباقي الحوت يعني ملي كتجي انت مثلا في ذاك الوقت دي العاصر كتلقاي في المازاد ذي البلاسة اللي تبيعو في الحوت مازاد يعني تتشري الحوت بطريء مال البحر ممكن انك تشري تطريء بماية ماشي بالضرورة تيهي الزهومة للناس اللي هنقول لكم مشوا عندهم اللي هتشوفوني بان ايه مشت عنه اختيت ما عندهم اللهنة كتشرين تطريء تشرين اللي بغيتي كتشرين الحوت تيتركل كمسان قول انا دخلت اه لهذا المارش دي الحوت انا كيني بالارقع من محلات فراش يعني الحوت جديد ما كينش فريقو من البحر يعني بحل هذا راهت مثلا صيدوه مع الخمسة العشقية ما كينش دي الصباح دي الصباح صبك يتباع كيمشي اغلبية تيكون ديال الخمسة العشقية انا مشيت نشوف على قروري بان نرا هنا كيجيب واحد لما من البحر لهذا البلاسة انا ما فهمش البلاسة واش هي بحار واش هي بحيرة المهم انتو شوفوا شنو القيت لقيت ان المات يجيبو ما عمان كيجيبو واش كيجيبو من البحر دير كتنا واش هذا بحر المهم هنا را عندهم تربية الاسمك باش تعرفو السمك را التمن دياله رخيص بزاف وموجود ومتوفر يعني انواع الاسمك ممكن انك تتاكلها انتو ممكن تشوفوا الكروفيت كل شو كل شو جاميع انواع الاسمك السلامون لكي دير عدنغالي هنا لكي دير 35 درم اماراتية جاميع انواع الاسمك الكروفيت تدير 15 درم اماراتية انا اس قلي برا ما وصلش الف ريال ما وصلهاش 50 درم ما وصلهاش الكيلو يعني الاسمك را التمن ديالها منخافض ما شاء الله صراحة تمن عندهم مناسب ممكن انك تشريه تمشيت ممكن ان واحد لك مطاعمت ما تيشوي وقايت يديل الطار اللي بغيتي انتو والمازك ديال كما تيقولو ان الحوت متوفر صراحة متوفر والخاس ليت معي 16 6 درم 10 درم كيفوت الشة الثامن 25 درم إلى غالي شي حوت غالي غالي 25 درم امت تدقاش ديم كي يبقيت الشتر مع كواي قياتب لكي قام بتشلط وكل لي دلي فيه شوي تلجي قلتنا غمش يصويبه الثضر ولكن بعد كولتان نصويبهما احسن ديered hatte دئكوين الاساس يتصويبوه تصيبوه تقريباeme 6 درهم الكيلو Design لكن الكروفيت الوقت اللي يدري لي مرتفع أبعد درامزي تشوف التعمال هنا من الضمان أنه يضاعم ما شاء الله لتي يأخذ من عندك تحتك وحطة كثيرة كثيرة كثيرا سوف يوجدو لك ترقب شك يصيبو بسالة لا يستعملو للمالاوارو عندما يوجد بعض الشيء ما عبتش كديرا موتي يدو بلقشور دين الحوث سوف يجبو بحلقتها قدو تعطي لك تدين لك فيه التلج لكن انت غضيب منها تعمل وشي بلاسة بعيدة بعد خرجها من تميدو بتلسارة حرارة حرارة ما شاء الله على نتمنى الفيديو أنه يجبكم إن شاء الله استفدتم معايا ما تنسوني شمال لايك واشتراك في القناة ومرحبا بكم إن شاء الله فيديو جديد قريبا إن شاء الله عنديكم دوبايمون قريبا إن شاء الله يلا الله عنكم شكرا